إرحب مرحب هكم شباب كيف الحال معكم مانس او شيخ العرب سنسلة جديدة أنسلها في القناة المهام اليومى اللي لازم تلعبين في for tenaite toiimsley انفوت مقدمة الشيوخ السريع اعلان المتجر متجر شيخ العربي متجر الخاص في القناة اول و اكبر متجر عربي متخصص في For tenaite tor Kiwill polit stocks وحساباتBatterial full access مع حسابات To Quelques. لليوم في عنا mint 95GB Augusts في مهام Thor من rookie أول مهمة مهمة الفان في ستون وود لفلها 15 تطيق 25 V-Bucks ثانية مهمة موجودة في بلان كيرتون تصليح الشلتر لفلها 28 تطيق 30 V-Bucks ثالث مهمة موجودة في توان بي اكس لفلها 88 مهمة تطيق 40 V-Bucks فتاكدنا كتلعب مهمات لفلها و تحصل على 95 V-Bucks لليوم أما بالنسبة للمهام القوية الممكن نلعب لليوم في طور الزومب هنا مهمة الفان لفلها 132 تطيقنا شخصية للغاردن بول شخصية من سراكش تتخص فيه لدفع تبع الثور أو الابيلت الموجودة في شخصيات البناءات اللعبة أتأكد أنك تتخص على شخصية لليجندر المجانية بالنسبة للمهام التفريم لفلها 160 ضرب 5 فينا مهمة تصليح الشلتر 32 ضرب 5 نقاط المخطط مهمة الكمبيلوب 32 ضرب 5 بيركات لليجندري مهمة الفان 32 ضرب 5 نقاط المطار مهمة منتر 32 ضرب 5 مفاتيح ومهمة تصليح الشلتر 32 ضرب 5 البرك في قارورا المتجر الأسبوع اللي اليوم عندنا تجدد ونزل لدينا شخصيات عنها ممكن ونزل لدينا شخصيات عنها الكبر توستيب شدقان ليس كثير قوي عملنا لمراجعة يكتبس معنا في القناة راح تلاقي المراجعة كاملة له إنه شدقان الفندر تيك شدين زبال حرام في البهب 1680 نزل لدينا اليوم حزمي راندوم اللي هي حزمة لليجندري بيركات أكد أنك تشريين بكلف منك تقريبا 2760 وليجندري فلاكستاك تشريين كل أسبوع لأنه هو المطور المخطط عندك من إبك لليجندري بين الباور بيرس نوكس مشخصيات جاي عندنا إبك ولكن إلا أنت بدك إياه ومش عندك شخصيات بفيك تطوره لليجندري هي من الشخصيات الأساسية الموجودة عندنا في اللعب والشخص صراحة بعتمد عليها كثير تصف كهي مساعدي للتيم اللي عندي في فئة البنائين المترك هيت تعباني جدا سيرفايفور لليبيك لناس الإجداد على طور الزوم بغير حرام تشتريهين مهام التطوير أو موارد التطوير لازم تشتريهين أكيد وكما لا تنسى البيركات الإبك والزرق والإضافة للفلاكس إذا أزرك عناه والمفاتيح في الإفنت آيتم نزل لنا شخصي جديدي اللي هي باتل هاون جونزي موجودة عندنا مراجعة لها في القناة شخصي ناعة السولجر لجندري بمتازنا بزيد لك عدد الكنابل موجودة عندنا في فئة السولجر أو الشخصيات الجندي عندك إذا انت لاعب تلعب بالأصل في السولجر شخصيات السولجر كثير فيك تشتريها والزيد للكنابل ولكن مش كثير قوي ومش كثير أوبي فواللوف جونزي فيها مراجعة كاملة عندنا في القناة مش كثير قوي الشخصيه شخصيه الجونزي أفضل منها اللي هي اللوف جونزي أفضل لنا بكثير داشينغ هوك ناة مش هلكدي ولكن هاي شخصيات من الحدد تأكد أنك تشتريهين شخصيه السولجر متخصصة في ليفتي أندريتي الكوبر لوف سونج أكيد دازم تشتريه لأنه بوب بشكل عام في طور الزومبي جدا رهيبة وعفكرة كل بوب امتاز عن الثاني بميزة حلوة فأتأكد أنك تشتريه وتحصي كل البوات الموجودة في طور الزومبي أنتي كدل سارة شخصيه جدا أسطوري للميلي ويبون خاصة للناس اللي بيلعبوا في السايت ممكن تزيد لك الإنيرجي كل ما تقتل زومبي لمراجعة كاملة للناس اللي معنى فيها بشكل أكثر ممكن يكتب اسم الشخصيه في القناة وتطلاله كاملي فأتأكد أنك تشتريه ريينجر جوزي اسطوري في الشوك ويب للناس بيلعب سولجر هاي الشخصيه متحلوة لو كانت عندك في الا kehidupات السابورت تيم أو حتى في المينج إذا لعب جديد ن厚 forty- three- b-res stability لاㅋ frightened من هذه الشخصيه love breakers ناه Andrones well not quite strong bit hard وليس كثير ممتين لعب فيهن Snaggards special شخصيه جدا حلوه للناس بيلعب من سنجا بلعب بكدرات دراجون سلاش بيتخلي وراها حبل النار بضوية نيرجو بيدمج الزومبي يعني بيعطيك شوية إثارة للعب الووكينج حكيناها كيرو نرجعنا إيدا الناس اللي بيلعبوا نينجا الثالث جنبات اللي بنقدر نعملين في الشخصيات النينجا بنقدر نخذين عن طريق تيم بيرك تيم بيرك كيف ما نحصل عليه لما تكون إنها هاي الشخصية فاتأكد أنك تكون عندك هاي الشخصية شخصية نفسها جدا زبالة مش قوي كثير ولكن تيم بيرك اللي بعطيها جدا الصوري بعطي ثلاث كفزات للنينجا فاتأكد أنك تشريها دراجون فيست تعباني جدا عنا الروم سوبر هناه نوبل لانشر مش كثير قوي ولكن نياه ممكن تشريه إن شاء الله أكيد تشري سيرفايفر لجندري لازم يكون عندك لأنه سيرفايفر لجندري دائما حلوات وممكن يعمل لك سيكواد جديد عندك في سيرفايفر اللي عندك هارفيس سلسارة أكيد تشتروها لأنها بتخصصها في السايت وأقفى واحدة ممكن تستخدمها من ناحية الانجا ذات بحابة تلعب سايت الأرمار سلوتن بتخصص إنه ما يجي لك هشكفة لعندك على المخطاطة لعنده فاتأكد أنك تشريه كلهن دائما الفينتشرزون أنها ترست وتأكد أنكم تلعبوا الفينتشرزون في اليوم ساعة أو ساعتين حوى حتى نص ساعة تكريبا هو عبارة خمسين ليفل جوازه عندما توصل الليفلات العالية بيكون جدا حلوة كل أنواع السوبر شارج بعطيك إياه وهنا المصدر الرئيسي للسوبر شارج من يحصله في توريز زون لأنه كثيرنا ستسنف التعليقات فاتأكد أنك تلعب الفينتشرزون في اليوم نص ساعة على الأقل إنك لو تلفي لأنه بترست هو كل سيزون ولما تخلص بترست وترجع كمان مرة ومهمات نوعا ما حلو ومتغير فاتأكد أنك تلعب الفينتشرزون وتلفلو للخمسين